احنا عندنا في النادي الالي لعبة غطس اسمها مهة عبدالسلام كانت معنا ببرنامج الابطال زمان معرفش الفكروها اللي مهة عبدالسلام كانت لعبة ريو دي جينيرو كأولمبياد ولعبة ايضا بطولة البطولة توكيو اللي فاتت مهة عبدالسلام من احد افضل لعبات الغطس اللي جات على تاريخ مصر بتلعب دلوقتي في دوري للجماعات في امريكا الله يا كابت انت بتجبلينا عسامي احنا ما نعرفش الناس دي يعني لا احنا عندنا نمازج مشارفة جدا مهة عبدالسلام جودة لعبة النادي الاعلي ونجمة منتخب مصر الغطس فازت بجهزة احسن لعبة في دوري الجماعات الاسبوع الرابع في الموسم ده يعني الموسم ده في اسبوع الرابع خادت بلاي اوف زاويك ومهة حققت الجائزة دي للمرة الرابعة في الموسم ده والخمستاشر في تاريخها كل ما بتكبر كل ما بتستوي وان شاء الله تخش في ترتيب عالج بمهة عبدالسلام دي بطالتنا كانت معانا مش هتفتكروا طبعا ولكن احنا دايما متفكركم بابطل مهة من اللعبات المميزة مولتنا حضراتكم شاركة في ريديو جينيرو 2016 وتوكيو 2020 وبإذن الله تتأهل في 2024 وخلينا اقول لكم برضو معلومة التأهل للامبيات في الالعاب دي مختلف انت ما بتروحش بطولة عشان تتأهل يعني منها او تصفيات في افريقيا او القصة اللي بتحصل باللعاب الاخرى لا انت فيه بطولات وفيه ارقام وفيه سكور لو جبته بتتأهل مباشرات فيه بطولات بتبقى محتمدة او على اجندة اتحاد الدولي للغطس اتحاد دولي يعني للعبة بيقول لك والله انت لو جبت الرقم ده تتأهل كل العاب القوة كده بالمناسب حتى لو جبته في الدور المصر جبت الرقم ده طب انت تقول لها كابتن طب ما ما كناش حد يشغلل بقى طب ما هتيجي بص تلاقي اللعبة في دولها يسبطوا لها الارقام ولا ما هو انت بيقى فيه مندوبين وفيه مراقبين الموضوع مش بتساب كده حط الرقم اللي انت عايزه وتأهل نيجي بص تلاقي في الالمبيات ناس يعني ما تستحقش التأهل لا طبعا الموضوع المراقب ولكن هو بيحط لك بطولات تجيب الرقم ده تتأهل على طول يعني ممكن نلاقي فيه بطولة متأهل فيها اربعين واحد فيه بطولة متأهل فيها طب التحاد دولي بيحطوا الارقام دي منعنا على ايه او الاسكر ده منعنا على مراقبته للبطولات الابليكيد هو عارف الرقم ده حققه مثلا اربعين لعيب وانا عايز اللومبيات يبقى فيها اربعين لعيب يبقى حط الرقم ده قد يزيد الرقم ده بلاتس اورو ماينس ممكن لو اتنين لعيب حققه هيقولهم لا ما تجوش هيجيبهم لو قال ممكن ينزل بالرقم شوية الغطم يكملهم اربعين يعني بيبقى الموضوع فيه فليكسابيلتي شوية مرونا فيه اللعب دي بس فيه رقم وانت هنا بتتحدى نفسك يعني ماها عبدالسلام بطلتنا بتتحدى نفسها انت عندك الغطس انت بتعمل حركات والحركات دي بالشعرة ممكن تعملها بليها بيوم كويس اوتيجوا قدام الحكام ما تعملهاش الموضوع صعب جدا تخيل كده انت راجل متمر على الحركة دي وعملتها مية مرة ونتيجة ضغط حمام السباحة وقفة قدام اللجنة اللي بتشوفك ايدك فتحت شوية الطايمين بتاعك ما كانش مظبوط رجلك ترعش شوية في القفزة عملت اسكور مش حلو تخيلوا الاحباط اللي بيقى فيه اللعيب لعيب ساعات وقفزات تكرارية انفينيتي زي ما بيقول عمال يعملها كل يوم عشان يروح يعمل كده حاجة كويسة في البطولة وليها نفسه انا بس ليه بحكي القصص دي معلش انا قصدي اوصل لكم حجم التحديات في العلعاب دي العلعاب دي مش بس العلعاب يعني شهيدة لا دي العلعاب يتبذل فيها مجهود كتير جدا قد يفوق في بعض الاحيان المجهود اللي بيبذل في العلعاب الجامعية وطبعا على قصة كورة القدم طيب كده نكون خلصنا اخبارنا من داخل النادي الاعلي هنروح ليه الاخبار المحلية احنا خدنا عهد بنفس الابطال ان كل الاتحادات المحترمة اللي بتعمل شغل لمنتخب مصر وهو ده الاساس هو ده القصد منتخب مصر وهفضل اقول منتخب مصر وهفضل اخلي حلم كل يلعب ان يلعب لمنتخب مصر وانه مش بس يلعب لا وانه يجيب مداليا ويجيب بطولة ويشرف مصر برا ايه وقع تفتكر ان انت لما تلعب لمنتخب مصر وتسافر ان انت مسافر تتفسح لا ده تشريف وتكليف وتكليف قبل تشريف منتخب مصر هو يعني شرف كبير ومش أنت رايح بس عشان تقول أنا بقيت لعب دا وليه لا مش كده بس ده أنت لازم تكون لعب تستحق وجودك في منتخب مصر ومش مسافر بس للتبسيل المشرف